السيدة محمد تتفضل السلام عليكم السلام عليكم دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك أنا محتاجة التوضيح لأمور أنا كبني أجمع ملتزمة جدا وإن شاء الله يكون مقبولك إن شاء الله وإذا مرت ظروف صعب عليها جسميا أو حياتيا بقاوم وبقارك القرآن وكل حيات فتح الله عليك الله يستعليك لغاية ما اضطريت إني أعمل عملية وأنا بعمل العملية يا دكتور أنا لا عرف أستدعي ولا عرف أرى قرآن ولا عرف مخي يوجهني للآيات الصح أنا حسيتني أنا إيماني كل اللي أنا بعمله إني أحجمي مش خوي سؤالي فين يحجمه محمد؟ سؤالي إزاي أقو إيماني؟ طيب إزاي أقو أن ربنا متقبل اللي أنا بعمله طيب اسمحيلي أجاوب على حددك محمد إذا كان سؤالك انتهي بص يا حاجم محمد أولا أنا عايزك بس تدعيلي يعني أنت وفي الحالة اللي أنت شايف الحالة الصحية اللي أنت فيها دي وإن شاء الله ربنا يكتب لك من تمام الأجر والعافية تدعيلي لأن أنت إن شاء الله دعائك يكون ما أنت فيه سبب من أسباب الإجابة إن شاء الله دي أول حاجة حاجة الثانية أن أنت سوابك بيكتب لكي سوابك أدرة تقرأي قرآن قادرة تصلي أو مش قادرة تصلي قادرة تصلي زي ما كنت بتصلي وقفة ودلوقتي بتصلي وأنت قاعدة بتعملي كده أنت إن شاء الله سوابك ويكتب لك كاملا فما تقلقيش على نفسك استمري وانت في خير إن شاء الله لأن رسول الله بشرك أن الإنسان لو كان في مرضه ويكتب له السواب في مرضه كأنه صحيح ربنا يجمع لك بأن تمام الأجر والعافية ويحفظك يا رب العالمين